موسيقى الفيلم كذلك كان يهدف إلى إحياء اللهجة المحلية الأمازيغية حيث أن اللهجة تعرضت إلى كثير من التدخلات بالمصطلحات بالفرنسية والعربية نحن اشتغلنا كفريق عمل أننا نسترجع بعض الكلمات أو بعض المصطلحات التي لم يصبح المجتمع يستعملها الحمد لله وفقنا إلى حد ما في هذا المشروع بمناسبة عرض أول فيلم باللغة الأمازيغية باللسان الورقلي هنا بضار ثقافة أهدافنا كانت من خلال هذا الفيلم هو تسليط الضوء على العادات والتقاليد بالنسبة لساكنة المدينة القادمة بالقصر العتيق وورقلها وإبراز الموروث الثقافي المادي والمادي كان عمل فني رائع لولاية وورقلها موروث ثقافي أمازيغي نفتخروا به بزاف نتمنى أن تكون أعمال هاي لا كما هادي